في إطار الأعمال التحضيرية التي تباشرها لجنة الإعداد والتنظيم لاستضافة مملكة البحرين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثالثة والثلاثين المقرر عقده في مايو المقبل عقدت وزارة الخارجية اجتماعا تنسيقيا مرئيا مع سفراء ومثلي الدول العربية الشقيقة المعتمدين لدى مملكة البحرين وخلال الاجتماع أكد السفير أحمد محمد تريفي رئيس قطاع الشئون العربية والإفريقية بوزارة الخارجية أكد حرص مملكة البحرين في ضوء توجيهات جلالة الملك المعظم على تقديم كل التسهيلات اللازمة للوفود للمشاركة لإنجاح القمة العربية وأن تكون القمة علامة فارقة بمخرجاتها في تعزيز أسس العمل العربي المشترك وتحقيق أمال وطموحات الأمة العربية وشعوبها وتم خلال الاجتماع تقديم عرض تفصيلي حول التحضيرات القائمة لاستقبال واستضافة الوفود المشاركة كما تم عرض المنصة الإلكترونية التي تم إعدادها لتسهيل كافة الإجراءات اللوجستية على الدول المشاركة ترجمة نانسي قنقر